السلام عليكم مرحبا بكم في قناتي قناة شهيوات سارة و ها انا جيت بقاوكي قولوا لي بنات سارة غبرت علينا فين مشيتي كنت مريطا و سوف ترون بدل واحد شوية موهم ما نطاول شي لكم جيت و جبت معايا هاد ميني طاق تشوكولا بلا ما نطاول لكم دون مقادر غني حتاجوا واحطرف دي الزبدة بحليك تشوفوا هيدا يعني ماشي كبير و ماشي صغير ثمان مقوح مغروفة كبيرة دي الزبدة و جوج مغارف دي السكر سانيدة او سكر حبيبات و الزبدة كخصصة تكون في حرارة المطبخ و دبا غادي نحجمه مزيان زيده مزيان ديك السكر ما يبقى شي كايبا عاد غادي نزيد جوج مغارف اعامرين بالطحين طحين الحلويات يكون راطب انا عبرتكم هنا بمغارف ماشي بميزان باش لي ما عنده شي ميزان تاوي يقدر يعدلها الضغط و شوكولا و غادي نزيده واحد صفار بيضة و غادي نخلطه غي واحد شوية لما يندمج ديك الطحين مع صفار ديال البيضة و غادي نزيده واحد معلقة كبيرة عمر بالماء الماء دياله روبيني او الاولاد الصنبور بيكون شي بارد و دبا غادي نعجنه واحد شوية و كان عجنه عيب اطراف الاصابع ديال يدنا يعني مش ديك العجين ديك الدليك عيب اطراف الاصابع ديال يدنا و غادي نزيده ملعقة اخرى ديال الطحين و هاد العجين هددتنا اربعة ديال مغارف ديال الطحين و هادي رابع مغروفة ديال الطحين سافي دبا غادي نعجنوها عن دخله مزيان ديك الطحين في العجين ديالنا عيبقى لين ماشي قاسح و ماشي راطب بزاف ها هو فحل غادي تشوفو دبا معايا سافي دبا باركة و ما غاديش نزيده نعجنه غادي نطلقو العجينة ديالنا و دبا غادي نزيده مزيان هاد العجينة ما سكونش غليطة بزاف و ما سكونش رقيقة بالعكس خصتكم مش رقيقة بزاف و ما شغلطة بزاف اهو عندي كل شي نفسر في الفيديو كل شي واضح و كل شي باين و هاد العجينة اذا تبعثوا هاد الطريقة بالضبط حتى فاصيل هادي كتجيه شيشة و كتجي لديدة بزاف و ما غاديش تستغنوع عليها لا هي ولا لباتسوك خيل اللي سبق لي وجدتها معاكم في فطارتها ديال الليمون اللي كنت وجدتها بالماء و الحامض بته هي غزالة و الديدة و حتى هادي انا متأكده اذا جاربتوها را غادي تعجبكم بزاف بزاف و هاد العجينة بالضبط كتعطيني اعاشرة ديال ليفو ديال ميني تاقطو شوكولا بالصراحة كتجي غزالة كنتمنى ان تجاربوها را ما فيهاش بزاف ديال مقادير والصراحة كتجي غزالة و هاد العجينة تقدروا تعمرها باي حاجة عندكم موجودة فتر باشي بالضروري نفس المقادير اللي حديثكم انا طب هاد العجينة هادي نيتا غادي نرجاع نخدمه المرة الثانية و انا قطعتها بهاد الغلاقة هادي حيتاش كتجيني نيشا مع العبار ديال لي قطبيصت اللي غادي نفاصلني فيهم هاد العجينة و دخلا نفررن غادي نطلق العجينة و غادي نقطعها بنفس طريقة و نطلقها و ما سمشوش بعادين خليكم تبعين الفيديو معايا بالتفاصل ديالو موسيقى و في حلقتكم هاد العجينة كتخارج لي عشرات ديال هاد قوالب هادو طويصت اللي كندخلو فيهم هاد العجينة ديال اللي طارد نيال فرن ولكن بني قال لي ماما عدليوا هاد الحلوة فالطار ريت نعدله غير ثمانية ماشي عاشرة باش نعدله جوج ديال الحلوات و عدلت ثمانية ديال ميني طاقت شوكولا من الاحسن اذا كنتو غادي شريو هاد القوالب شريوهم ديال اينوكس ماشي ديالالومنيوم اينوكس كيبقوا مدة كبيرة بثاف ما كيوقع لهم حتى شي حاجة دبا كيف ما كتشوفو معايا في الفيديو كنبقى كندخل اللي عجينة مزيان في قنوطة ديال هاد ليفو وخصو يكون متساوي يعني احنا كندخلو الاصابع ديال يدنا و احنا كنتأكدو واش اللي عجينة عنا متساوية كنجيبو شي موس او لا شي شي حاجة باش كتقطعو هاد الاطراف ديال اللي عجينة وغادي نزيد نتأكدو واش اللي عجينة عندنا متساوية باش ما كديشي واحدة تطلعو وحدة هوادة كتجي مساوية وغادي نجيبو واحد فرشيطة او لا واحد الشوكة وغادي نبقاو كنتوكو العجينة باش ما كتطلعشي ففارا كتبقا متساوية واهم حاجة هاد ليفو مخصوشي ايجيو مع وجين او لا مخصرين كيف ما كتشوفو معايا ضروري ما تتوكو العجينة مزيان مزيان بفرشت ونعاوضون نفس الطريقة عليهم كاملين بيهم رهوما ساهلين وبالزربة كيوجدو ومزيانة كيجو في طابلة ديال العيد او ديال المناسبة كيعطيوه حماندار مزيون واحدا ما داق الصراحة كيجي غزال انا عدلت معاكم هاد العبار غير صغير وتقدروا نصومة ضوبلوا العبار نفس الطريقة غادي نزول الجوانب وغادي نزيد نتأكد واش قنوطها كاملين مزيانين يعني كاملين قد قد متساويين عادي نجيب واحد الشوكة وغادي نبقاك نتسوك العجينة كاملة موسيقى 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 يعني اي حاجة عندكم موجودة في الدار انا حاليا هادش اللي عندي موجود وقلت انشارك معاكم هاد الوصفة ديالي صراحة ناجحة 100% من بعد ما غادي نعمرهم كاملين غادي ندخلهم من التلاجة واحد نص ساعة حتى يبردوا مزيان عاد غادي نبقاو كنزينو فيهم راح تديك شوكولا اللي عملت جاز نيشا معاديك اللي فون نفس العبار بقالي فيها واحد شوية يعني كانت غادي تقدني نية العشرة ديال اللي فون ولكن معلش مش مشكلة سافي دبما بقى علي ندخلها نتلاجة واحد نص ساعة وغادي ندخلها نزينها معاكم ودروري كخصص دخل نتلاجة باش كتبرد وكتقدر تزوق على الخطر ديالك باش ديك شوكولا ما كيبقاش سايح سافي دبا غادي نبدا نزوق معاكم انا عندي هنا يا جوج ديال انواع ديال فواكه الجافة وتقدروا تعدلوا يعني في خيز سكر غلاسي او السكر سقيل اي حاجة مهم انا اللي موجود في الدر ركنشاركو معاكم حاليا واذا جربتوا هاد ميتار شوكولا بالتفاصيل دياله را عدي مقادر مضبوط مية في المية ورا انا قدمت لكم بواحد ببساطة يعني ما زجتي شي حاجة كبيرة اللي ما كتكونش موجودة في الدر قجدة طريحته هي كتكون رخيصة يعني مش بشي تامان غالي كل واحد والجهد دياله شوكولا تقدروا تتعملوا اي نوع بغيتو حاوما شتو كيفاش كي يجيوا في مندر كي حمقو وكي شهيو كتجي دياله العجينة هشيشة مع دياله ماداق دياله شوكولا مع دفاوكه الجافة صراحة كتجي غزالة كنتمنى تجربوها باللي عندكم في الدر زيتمها واحد جوج كيسان دياله بورتوقل مع بانن مطحون وكنتمنى نكون ما طولتش عليكم في هذا الفيديو هذا وسمحوا لي بزاف على الصوت اللي عندي شويش باقي مريض وكنتمنى تكون هاد مني طاق شوكولا عجبتكم وتكون في متناول الجامع كنتمنى تشاركوا في قناة ديالي وتفعلوا زر الجرس وتخليوا لي واحد تعليق مزيون متعليق ديالكم كتزيدوا تشجعوني وكتفرحوني وشكرا بزاف لأي واحدة او لأي واحد خلالي تعليق ولو غب كلمة بسيطة كلمة ديال الخير واستنوني في فيديوهات اللي مجدين اقتصادين وساهلين وان شاء الله لحتى المبتدئين اللي باقي كتعلموا يطايبوا ما غايجبروشي معايا مشكلة حيتش ما كان عدلشي دعمه شي حاجة بميزان او لا شي حاجة صعيبة كل شي ساهل وفيديو عندي مبسط وساهل بزاف شكرا بزاف على المتابعة واستنوني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة